بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا في اللقاء الماضي بدأنا الحديث عن رجل وقام سامية سامقة عالية من قامات العلم والفقه في تاريخنا الإسلامي الطويل قام ليست كغيرها من القامات ربما ارتبط اسمه ارتباطاً وثيقاً بالصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنا نتحدث عن الإمام البخاري صاحب الصحيح صاحب أصح كتب الحديث وهذا ليس مجرد كلام يقال ولا مجرد شعار وإنما هو كلام تصدقه وتؤكده الأبحاث العلمية والدراسات التي واكبت رحلة الحديث النبوي ورحلة السير النبوية منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم وإلى يومنا هذا وكلها تؤكد أن أصح كتب الحديث وأفضل كتب الحديث هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله شبهات كثيرة يثيرها بعض المتقولين هنا وهناك طبعاً شبهات كلها ساقطة كلها ضاحضة ساقطة علمياً عندما تعريضها على قواعد العلم قواعد الجرح والتعديل قواعد علم الحديث قواعد التأريخ والتاريخ كلها تسقط وتتبدد ويبقى صحيح الإمام البخاري رغم أنه كما قلنا في المرة الماضية نحن لا نقدس البخاري لا البخاري ولا غيره أكثر أن نحن لا نقدس حتى الصحابة رضوان الله عليه الصحابة الذين هم أفضل الأمة الذين هم أفضل أهل الإيمان الذين نزل فيهم قرآن يتلى إلى قيام الساعة الذين تشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم نحن أيضاً لا نقدسهم ولا نقدس حتى كلامهم لماذا؟ لأن التقديس في الإسلام هو للمقدس فقط المقدس هو النص هو الوحي وهو ما قدسه الشرع الشريف وما قدسه الله تبارك وتعالى بمعنى الصحابة يخطئوا نعم يخطئ وأخطئوا الصحابة اختلفوا مع بعضهم البعض ودارت بينهم حروب وسفكت بينهم دماء هم بشر هم بشر في كل سلوكياتهم البشرية هم بشر حتى عدالة الصحابة وهذا مدخل يعني أو مبحث يمكن أن نتحدث عنه مستقبلاً حتى عدالة الصحابة ليست عدالة شاملة ليست عدالة مطلقة وإنما هي عدالة فيما يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحدثون به عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صادقون فيما حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن يكونوا نسيوا ممكن بعضهم يكون أحفظ من بعض ممكن بعضهم يكون أعلم من بعض وهذا وارد إنما نحن لا نقدس هذا فضلاً عن نقدس عالم جليل كالإمام البخاري نحن لا نقدسه أبداً ولكن نقدره نقدر له علمه نقدر له مكانته نقدر له جهده في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من قدر المهتمين بسنته وبحديثه فقال في الحديث الصحيح نظر الله امرأاً سمع مقالته فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامة شوف تحديث النبي صلى الله عليه وسلم بتقدير أهل السنة وبتقدير أهل الحديث لا يعني التقديس وإنما يعني الدعاء لهم نظر الله امرأاً هم يستحقون هذه الدعوة لما بذلوا من جهد في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هؤلاء العلماء كما عرفنا وكما أطبقت كل الأمة طبعاً باستثناء المبتدعين باستثناء أهل البدع باستثناء أهل الأهواء باستثناء محترفي الجهالة أطبقت كل الأمة على تقدير الإمام البخاري والإقرار بمكانته العلمية وبمكانته الدينية في خدمة السنة النبوية وفي خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحسبه في هذا هذا الكتاب العظيم اللي اسمه صحيح الإمام البخاري أو اللي هو سمى الجامع الصحيح بعض المبتدعة والجهال يقولون أنه يعني أو يطعنون في علم البخاري وفي حديث البخاري يقولون أنه المسافة ما بين البخاري وما بين النبي صلى الله عليه وسلم تقترب من مئتي سنة يعني البخاري ولد 194 هجرية ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولحق بالرفيق الأعلى في عام عشر هجري يعني ما بين ولادة البخاري وما بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 184 سنة وبالتالي أجيال ثلاث أجيال أو أربع أجيال بيكون الحديث فيها ضاع إذن الإمام البخاري كل الأحديث هذه اللي جابها جابها من رأسه ألفها أكثر من ذلك شيء مضحك أنه واحد من هؤلاء السفهاء يطعن في الإمام البخاري ويستدل على طعنه انتبه جيد إيش الدليل؟ هو بيقول أنه البخاري من أهل النار البخاري من أهل النار وكأنه طبعا مفاتيح الجنة والنار بإيده كثير نسمع من هذه الجهالات ومن هذه التخرصات والتقولات اللي مرت على مدى 1400 سنة من عمر الأمة الإسلامية وتلاشت ذهبت فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض هذا السفي ويمكن البعض شافوا على بعض الفضائيات وبعض مواقع التواصل وبعض المحطات يقول أن الإمام البخاري من أهل النار يقول من اللي قال لك من أهل النار؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والإمام البخاري كذب كما يحكي هو الإمام البخاري كذب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار والدليل الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار شيء مضحك الذي يبعث على السخرية من هذه الأشكال ومن هذه النماذج المنحطة في تفكيرها الساقطة علمياً والساقطة أخلاقياً حتى أنه هو يستدل على إن البخاري في النار بحديث رواه البخاري نفسه أخرج البخاري نفسه في صحيحه وهو يا أخي إذا كان من أهل النار وإذا كان البخاري كذب ليش بتجيب بتستدل بحديث من أحاديثي تجد هذا الشيء أو هذا الشخص يقول البخاري كذب والدليل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والبخاري من أهل النار والدليل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهذا الحديث هو رواه الإمام البخاري نفسه فتخيل كيف مستوى التناقض والتضارب في العقل واختلال ميزان التفكير لدى إنسان يكذب البخاري بحديث رواه البخاري ويحكم على البخاري من أهل النار بحديث رواه الإمام البخاري نفسه وهذا كان من أهل النار كيف تقبل حديثه وإذا كان البخاري كذب كيف تستدل بحديثه وتنسب هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هي الأهواء هي الأهواء وهي الشبهات وهي الشهوات وهي في بعض الأحيان هذا أمر دارج ووارد ويمكن أصبح مألوفا في زماننا الجهات التي ترعى إثارة الشبهات وتقف وراء إثارة الشبهات وتريد أن تقطع الأمة الإسلامية عن جذورها وتريد أن تفصل الأمة الإسلامية عن تراثها وعن ميراث نبيها صلى الله عليه وسلم تمهيدا لقطع الأمة حتى عن القرآن ما هو اللي بيطعن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأ نسلم له بكرة حيطعن في القرآن وإن كان هؤلاء المتخرصون يقولون بأنه إحنا لا متمسكين بالقرآن ولا يلزمنا شيء غير القرآن طبعا كل هذا شبهات والدعاءات وتخرصات ما أنزل الله بها من سلطان إمام البخاري رحمه الله طلب العلم صغيرا ولي بيقولوا أنه المسافة طويلة 200 سنة بينه يعني قرنين من الزمن بينه وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يدركوا كيفية نقل وتناقل العلوم في الأزمن الماضية ما كانش في مطابع ما كانش في كتب منتشرة بشكل كبير كان العلم يتم تناقله شيء مشافهة يا أخي حتى القرآن الكريم حتى القرآن الكريم كان الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتناقلونه شفاهة وكان القرآن مكتوب في ألواح وفي صحاف وفي وعلى عظام وعلى ألواح بعدد قليل مش متاح لكل الصحابة حتى الصحابة اللي كتبوا بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا يحرصون على الكتابة من خلف النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة كان ربما أشهرهم عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه كان يكتب وكان يقول وكان يعترف أنه يكتب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكتابة أو منع الكتابة وفي روايات أخرى طبعا هذا علم واسع أنا متأكد أنه الشبهات اللي بتتكلم عن هذا الموضوع لا يدرك كنهها ولا طبيعتها هؤلاء المتقولون لأنه في علم من علوم الحديث اسمه علم مختلف الحديث أن يرد حديثاني ظاهرهما التضارب أو التناقض أو التعارض فيصار إلى دفع هذا التعارض بوجه من أوجه الدفع أو بأوجه من أوجه إزالة التعارض إما بترجيح أحدهما على الآخر أو بالجمع بينهما أو برد أحدهما أو رد كليهما إن امتنع إزالة التعارض وبعضهم بيقول إنه بعض الأحديث تتعارض مع القرآن وما أدرك هؤلاء إنه الوحي لا يعارض نفسه إما أن يكون الحديث ضعيفا وبالتالي لا لا يقدم وإما أنه يحتاج إلى دراسة حتى نوفق بينه وبين نصوص القرآن الكريم المسافة الطويلة بين الإمام البخاري ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليست دليلا على إن الحديث ما وصلش للإمام البخاري كما ينبغي أن يصل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ميزان لضبط تناقل الحديث من بعده صلى الله عليه وسلم وهو يدرك عليه الصلاة والسلام يدرك إنه حيجي زمن يطلع فيه بعض المشبهة وبعض أهل الشبهات وأهل الضلالات ويقولوا هذا الكلام يقولوا إنه الحديث ضع طيب لو الحديث ضع كيف تعلمنا الصلاة إحنا لو الحديث ضع كيف تعلمنا الصيام كيف تعلمنا ندير أمور حياتنا وفق السنة النبوية طيب لو الحديث ضع وين إحنا من قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتو وين إحنا أو وين ممكن نكون من قول القرآن الكريم وإن تطيعوه أي النبي صلى الله عليه وسلم تهتدوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم والرسول صلى الله عليه وسلم الميزان اللي وضعه لضبط نقل الحديث وتناقل الحديث هو الميزان اللي ذكرنا في أول حديثنا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي حديثي فوعاها والوعي إما أن يكون بالعقل وغالبا بالعقل وإما أن يكون بالكتابة والدليل أنه ممكن يكون بالكتابة أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو شاه الرجل اسمه أبو شاه قال يا رسول الله إني أسمع منك الحديث فلا أحفظه ما عنديش حافظة ما عنديش قدرة على الحفظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه اكتبوا له عشي نتعلم علموا بالكتابة احفظوا علمه بالكتابة وعي الحديث النبوي كان على مدى أجيال وعلى مدى قرنين من الزمن أو أقل قليلا كان يتم بالحفظ بالاستظهار أو ببعض الكتابات المتناثرة هنا وهناك ميزة الإمام البخاري وفضل الإمام البخاري أنه أراد أن يحفظ الحديث النبوي الشريف لأجيال لاحقة لعشرات الأجيال لعشرات القرون وإلى يومنا هذا كل طلاب العلم عالة على ما نقله الأولون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم شيوخ الإمام البخاري الناس اللي البخاري أخذ عنهم الحديث هم طبقات طبقات زمنية يعني الإمام البخاري شيوخه كما يفصل علماء الجرح والتعديل وعلماء التاريخ الحديثي وعلماء السنة شيوخ البخاري أربع طبقات أربع مستويات زمنية طبق الأولى اللي هم أتباع التابعين طبعا البخاري لم يلقى أحدا من التابعين التابعين اللي هم العلماء أو المسلمون الذين سمعوا من الصحابة لأننا في عنا الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وفي عنا التابعين وفي عنا أتباع التابعين وهؤلاء هذه الطبقات الثلاث اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه قرون خير القرون قرني يعني الصحابة ثم الذين يلونهم اللي هم التابعين ثم الذين يلونهم هؤلاء الأكثر علماً والأكثر تقوى والأكثر حرصاً على الدين الإمام البخاري سمع من الطبقة الثالثة منهم مش الصحابة لم يلقى الصحابة ومش التابعين نما سمع من أتباع التابعين اللي هم تلقوا العلم عن التابعين يعني مثلاً من الناس الإمام البخاري سمع منهم في مدن كثيرة علماء سمعوا كما قلناً من أتباع التابعين في مصر الرجل طلب العلم وهو صغير يعني لما كان عمره 16 سنة خرج مع أمه وأخيه إلى مكة للحج ثم بقي هو في مكة لطالب العلم هو عمره 16 سنة يعني الحرص على العلم ومش أخذ العلم في مكة وخلص في مكة والمدينة والعراق ومصر والكوفة وواسط ودمشق وحمص وقيساريا وعسقلان مر على مدن وبلاد كثيرة من بلاد الإسلام كلها يطلب فيها العلم سمع من أتباع التابعين سمع ممن عاش في زمن التابعين لكنه لم يسمع منهم يعني لهم صغار أتباع التابعين الذين سمعوا من كبار أتباع التابعين ثم سمع من الطبقة التي جاءت بعد أتباع التابعين ثم من أئمة الحديث الذين جاءوا فيما بعد رجل التقى مع هؤلاء وارتحل كل هذه الرحلات إلى مكة، إلى المدينة، إلى العراق، إلى الشام، إلى مصر ولف كل هذا في طلب العلم وكتب كتابه الجامع الصحية كتبه في 16 سنة وطبعا بعضهم يقول أنه يعني 16 سنة غير كافية غير كافية لكي يكتب الإمام البخاري أو يدقق أو يحقق في 600 ألف حديث هو قال أنه كتبته من 600 ألف حديث معقول يعني بده يدرس 600 ألف حديث في 16 سنة بده يعني كل حديث بيأخذ معه ربع ساعة فقط دراسة طبعا هذا هذه شبهة نرد عليها لاحقا إن شاء الله حتى نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر